بترككم قبل الفاصل انا شايل سؤال مهم جدا للكابتن حسن مصطفى هسأله سؤال تاني بس مش بنفس اهمية اللي كنت نواسالهول عشان هو طلب ده ازا اتكلم مع الكابتن حسن والكابتن احمد عن موضوع كهرباء وعدم سفر كهرباء لظروفه الشخصية وفرح اخته رأى كيف القصة دي يعني الموضوع صعب يعني انا شايف ان ممكن ممكن الراجل يكون حاطت في دماغه ان هو كانش يلعبه يعني انا دي من وجهة نظر لان الماتش اللي قابله كهرباء ملعبش نزل الاخر عشر دقايق بس كهرباء سعيدة وقدش جاهز اوش ما هو احنا كنت لسه اقول يعني انت ما عالش ما عالش انا بس افكرك بالمعلوم لا ما هو بقاله اربعين عشان بقاله كان مع منتخب مص التدريبات في المنتخب بتبقى قليلة فلما رجع له حس ان هو مش جاهز فبدأ ما لعبوش اساسي فعشان كده يعني فنزله الاخر عشر دقايق فهو برضو الماتش التاني هو حاسس ان هو مش هيبة راجل اساسي عنده فهو دوقتي بقى عنده اتنين يعني مودست وعنده اه يعني سواني بس لقول لفهم حاجة يعني هو دوقتي انت من وجهة نظرك ان الكهرباء لما لقى نفسه ممكن بيبقى شوال اساسي لا والمدير الفني والمدير الفني فوافقه الكهرباء بالظبط بالظبط انت تخل اجازتك فانت بدل عشان ما تعملش مشاكل او تعمل اي حاجة لان في الاخر ايه انا ممكن ماكنش محتاجك الفترة دي لان بسبب ان انت بقى لك اربعين يوم ما بتتمرنش تمرين جامد لان انت عارف تمرينت المنتخب انت شايف ان العالم كانش محتاجك كهرباء في المرات من اليامة لأ وفي الاخر انا كحاسم مصطفى بره انا طبعا كهرباء رقم واحد عندي انه هو يلعب اساسي بس في المدير الفني والجهاز الفني اللي عارف حالة كل اللعبة اللي موجودة فممكن في الفترة ديت هو حاسس ان الكهرباء دماغه مش مركز مع الفترة اللي هو التلاتين يوم اللي كانت مع المنتخب ممكن ما يكونش جاهز ومش هيديني يؤدي لي الاداء اللي انا عايزه كانت شايف ان الموضوع كان عادي كان بالنسبة للناس بس ولا الموضوع مش عادي ازاي العب مهمة زي دوة تنبقاش موجود بس لا متوصنين الموت خلت عايز تقولها بقى بقى ده انا عايز اوصله اه الوقت فسرت اللي حصل لا انا فسرت اه رأيك بقى لا ده حاجة يعني كارثية في الكورة دي ما تحصلش خالص يعني حاجة ما تحصلش خالص ان انا اولا انت لعيب محترف انت موجود عندك بقى فرح ما عندكش فرح انا مش دعوة انت راجل ماضي عقد انا عوزك ان شاء الله جيبك من الساعة تسعة الصبح ومشيك الساعة سبعة المغرب حتى لو انت فرحك تاني يوم حتى لو انت عندك اي حاجة فرحك انت لعيب كان بيهسن كان بيهسن ان انا في لعبة بفرحة تاني يوم يعني اللي هو انت طبيعي طبيعي اصلا انت بتلعب في النادي الاهلي وبتلعب في كيان كبير بتلعب في طوله مهمة زائد ان انت لعيب كبير لعيب مهم في الفرق بغض النظر انت بتشارك او مش بتشارك او مش بتشارك او الرجل هيتمد عليك او ما هيتمدش عليك وتحديد الافراح ده بيبقى لها بشهرين وقتلات شهور بش يوم بكرة انا طبيعي كده يعني انا بمسك الجدول مع الاداري احنا لو اتاهلنا حتى لو ما اتاهلناش بالتوقع حتى لو احنا في ادوار ببعد عن التاريخ ده حتى لو مش اتاهل وفي مباراة يقولك ايه هتتلعب يا يوم 18 يا 19 يا 20 انا اتلعب دول انا مجبور لقا بعدني بقى عن التلات يام دول وحددلي لو مثلا يوم 21 فده طبيعي فالمفاجأة بالنسبة لنا ان انت سواء ان انت الراجل هيتمد عليك لأ بكل المقاييس ما ينفعش سواء اتفقت مع مجلس ادارة او ما اتفقتش ده مش مش مع ادارة النادي الاهلي او مش مع كيان النادي الاهلي مع احترام لأي قرار اتاخد بس انا بتكلم على احساسي الداخلي ان ان انت تعتذر عن مباراة واشنقول عشان عزى يعني ايو انا دايما اقول كده انه لو ما فيه فيه زروف كهرية في زروف مراوان عطية انت خرجت من معسكة وتيجي من المدير الفني وتيجي من مجلس ادارة ما تجيش يعني تيجي من الادارة انت ما تجيش طب انا عايز اجي لا ما تجيش خليك عندك وخلي بالك فيه لعبة كتير جدا كانوا بيتفنوا ويروح يلعبوا الماتش ما بالك انت في زروف كهرية كمان وبيجي يلعب كمان مباراة صعبة جدا اتعلم من حسن حظ كهربا من حسن حظ كهربا من حسن حظ كهربا الاتاخد ان الاهلي كسم ميديامة او لقدر لك ان الاهلي كسم ميديامة كان يعاني كهربا عايز على الاوي وانا بصراحة بعد اداء مودست في المباراة شباب بل ازداد قلت الكهربا مليار في المية الراجل هيبقى يبدأ بماتش ميديامة يعني قبل ما يطلع القرار ان هو مش رايح او مش هروح الماتش كان ماتش شباب بل ازداد كان باداء مودست ده كان طبيعي ان الكهربا يبدأ